درسنا اليوم عن الوحدات المستخدمة في النظام المتري لقياس الوزن والوحدات الموجودة في هذا الفيديو هي وحدات كتلة ستتعلمون في وقت لاحق أن الكتلة والوزن ليسا الشيء ذاته لكن هناك علاقة بينهما الكتلة تعبر عن كمية المادة داخل الشيء أي مقدار المادة التي يحتوي عليها جسم ما ومدى صعوبة تغيير سرعة شيء ما أما الوزن فهو مقدار قوة جذب الأرض لهذا الجسم ففي الوضع الطبيعي إذا ازدادت كتلة شيء ما يزداد وزنه وكذلك إذا كان وزنه أكثر تكون له كتلة أكبر في النظام المتري عندما يتحدث الناس عن قياس الأشياء الخفيفة نسبيا فهم عادة يستخدمون الجرام تخيلوا كم تزن الأشياء بالجرام إحدى الأمثلة هو مشبك الشعر يزن مشبك الشعر ذو الحجم المتوسط جراما واحدا تقريبا كذلك تزن قطعة من العلكة وليس العلبة كاملة بل قطعة واحدة فقط يصل وزنها إلى جرام واحد العملة الورقية أيضا تزن جراما واحدا فهذا ليس وزنا كبيرا في الواقع الآن إذا أردتم قياس وزن أشياء أكبر كوزن الأشخاص مثلا فعليكم زيادة وحدة القياس بمقدار ألف لتصلوا إلى الكيلو جرام فمن اسمها المقطع كيلو يعني ألفا أي ألف جرام يقيس العديد من الناس وزنهم بوحدة الكيلو جرام أنا مثلا أزن حوالي سبعين كيلو جراما واختصار الكيلو جرام هو كاف غين ميم أي كيلو جرام وجسمي متوسط البنية أزن سبعين كيلو جراما ولكي تتخيلوا كيف يبدو الكيلو جرام الواحد خذوا لترا من سائل الماء كالماء مثلا إذا أخذتم لترا من الماء واللتر هو عبارة عن مكعب عمقه عشرة سنتيمترات وعرضه عشرة سنتيمترات وارتفاعه عشرة سنتيمترات إذا ملأتم هذا بالماء فسيصل وزنه إلى كيلو جرام واحد طريقة أخرى لتخيل الأمر هي الذهاب إلى المتجر وشراء لترين من العصير أو لترين من الماء أو أي سائل آخر إذا اشتريتم لترين من الماء سيزنان بالضبط 2 كيلو جرام والحديث هنا عن الماء فقط وليس القارورة فسيكون الوزن 2 كيلو جرام فإذا قصتم وزن الأشخاص أو كميات معقولة من السوائل أو أشياء قريبة من ذلك فالكيلو جرام سيساعدكم في هذا وإذا كنتم تقيسون أشياء خفيفة للغاية فيمكنكم استخدام الجرام وإذا أردتم المزيد من الدقة في القياس خاصة عند قياس جرعة من الدواء مثلا وتحتاجون قياسا دقيقا جدا فعليكم استخدام وحدة الميلي جرام ويمكنكم تخيل الميلي جرام على أنه واحد على ألف من الجرام أي واحد على ألف من وزن العلكة أو مشبك الشعر أي أنكم تستخدمون الميلي جرام لقياس الأشياء الصغيرة جدا